اهلا بحرقكم مرة تانية 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 الجماهير الملحوظ على مدار الفترة اللي فاتت كلها بالمجهود الكبير لوزارة الداخلية بربطة الاندية بشركة تسكارتي باتحاد الكورة بشركة افريكية كل الناس دي كلهم بيكملوا بعض وبإذن الله نقدر ان احنا نوصل للمرحلة اللي احنا بنتمنها بالنسبة للحضور الجماهيري في الكورة المصرية طيب خلينا نشوف برضو بعض الاخبار المهمة اللي تتعلق بالجانب المحلي ونبتدي بتصريحات الحج عامر حسين من خلال حساب يلا كور على تويتر واللي بيقول بطولة الدورة ستنتهي بنهاية شهر اغسطس المقبل اما بطولة كأس مصر الموسم الماضي ستؤخر او ستؤخر نهاية الموسم فقد تمتد الى 12-13 سبتمبر ومع حلول يوم 19 سبتمبر سيكون الموسم انتهى باكمله مش فاهم يعني هل الموسم هيكون انتهى باكمله بطولة الكاس تعتستان فاتت ولا من غيرها في كل احوال برضو انا عارف ان الحج عامر حسين بيبذل مجهود كبير جدا جدا عشان يقدر ان هو يحل يعني الازمات اللي كانت موجودة قبل كده بسبب سوق اداري او سوق تنظيم اداري بشكل كبير جدا وانسوق ادارة كان واضح من قبل الاتحاد السابق لكن في كل احوال ان شاء الله باذنك قد يكون افضل للرياضة المصرية بشكل عام طيب الوطن الرياضي على حسابه على فيسبوك بيقول منتخب مصر تلقى عرضا لمواجهة ايطاليا وبلجيكا قبل كأس العالم وانا شايف ان دي حاجة كويسة جدا يعني هنا بيقولوا ايه بيقولوا ان اتحاد القرى تلقى خطابا وعرضا رسميا لمشاركة منتخب مصر الاول في دورة ودية بالكويت بحضور مين بقى ايطاليا هي مش هتشارك في كأس العالم بلجيكا اكيد موجودة في كأس العالم قبل قطور كأس العالم 2020 وهتنطلق في شهر نوبمبر بموجود العاصمة القطرية الدوح مش عارف ازاي دورة ودية في الكويت والعاصمة القطرية الدوحة لان مهم يعني ممكن يكون الخبر مكتوب غلط المهم ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد القرى قال في تصريحات نقلاتها صفحة الوطن سبوت منتخب مصر ده عرضا من مشاركة في دورة ودية بوجود ايطاليا وبلجيكا مجلس ادارة اتحاد القرى برئيسة الجمال العالمية سيبحث هذا الامر مع ايهاب جلال المدير الفاني الفراع لانتخاذ القرار المراسم اتمنى طيب ايوا كده البطولة في الدوحة هما طبعا هنا بيقصدوم على المونديال هو اللي هيكون في البطولة في الكويت البطولة اللي هو دية في الكويت والمونديال طبعا في الدوحة هما هنا قصدوم على المونديال هيكون في الدوحة المهم يعني اتمنى اتمنى ان احنا نشترك في بطولات زي دي بطولات ودية زي دي يكون فيها الاحتكاق قوي مع منتخابات كبيرة زي ايطاليا وزي بلجيكا اكيد هنكتسب خبرات اكبر واكبر واكبر واكيد الاحتكاق ده حيدينا يعني سكة كبيرة جدا في نفسها حتى لو خسرنا يا سيدي مش مهم وطبيعي ان انت تخسر من ايطاليا رغم ان انت تكسبتها بلكنا في مبراريس مياه في كاس الكهرات طبيعي انك تخسر من بلجيكا في رقم مصنفة عالميا بشكل كبير لكن الاهم ان انت تستفاد من هذه المواجهات والمشاركات عشان تقدر تكون منتخب متعود على احتكاقات زي دي فبالتالي ما نيجي الناس ننفس على التأهل لكاس العالم ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله نتأهل في النسخة المقبلة